السلام عليكم معكم علي من محاوظة البصرة شيخنا سؤالي هو انه بداية السنة حلمت انه انا يعني سمع الصوت بالحلم انه هاي السنة رح يظهر العمام المهدي سلام الله عليك وهس امس راسلتني اختي قلتلي هي ما تدري بيا يعني انا حلمانة هذا الحلم لان انا ما مسولفتها لحد فسراسلتني اختي قلتلي بتها هي هم بخامس ابتداي طفلة يعني صغيرة قاتبتها حلمانة انه الامام المهدي رح يظهر بهاي السنة فريد جوب من عندكم شيخنا طبعا انا من حلمت هذا الحلم من بداية السنة ما سولفت لأحد لان قلت حتى لو سولف يعني منه رح يسمعني فريد من عندك جواب شيخنا يعني انا اقول ان شاء الله هي هاي من المبشرات واشكركم ومع السلامة مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله اختنا الكريمة طبعا اجابة على سؤالكم هذا انه ما رأيتم ان شاء الله من منامات فنقول ان شاء الله كما تفضلتم ان شاء الله هي بشارات نسأل الله عز وجل ان يعجل بفرج وليه مولانا صاحب الامر ارواحنا فداه وان يجعلنا من خيرة انصاره واعوانه والآذين تحت لواه والمستشهدين بين ايديه فنقول ان شاء الله اخت الكريمة هذه رؤى خير ونقول نسأل الله عز وجل ان يعجل بظهور امامنا صاحب الامر عليه السلام وكذلك اخت الكريمة لا بد ان نلتفت الى هذه النقطة عفوا اخواني فقط اوقفوا السماعة جزاكم الله خيرا نعم لا بد ان نلتفت الى هذه النقطة اخت الكريمة وهي عدم التوقيت نعم نستبشر دائما نجعل دائما القلوب تهفوا هكذا الامال معلقة على قرب الظهور انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا انما علقتم بالامال في مضمون الاخبار هكذا يعني لا بد انه دائما دائما نستعد للظهور الشريف لانه يأتي من دون يعني من دون لا نتوقع كثيرا ربما من الامور التي نتوهمها لا تتحقق لانه كل العلامات غير الحتمية ممكن يقع بها البدا فيجي الظهور فاد مرة يعني ما احد متوقع تمام هكذا فلازم احنا في كل لحظة مستعدين للظهور الشريف اعد لخروج صاحب الزمان عليه السلام في الرواية هكذا ولو سهم حتى لو سهم تخلي بيتك سهم لظهور المولى صاحب الامر عليه السلام وتتأمل ان يظهر قريبا نسأل الله ان لا لا تنتهي اجالنا الا ونحن ادركنا زمن الظهور الشريف المبارك لكن لا بد ان نحذر من التوقيت لا يجوز التوقيت التوقيت انه راح يظهر بهاي السنة هذا نهينا عنه بل صرحت الروايات الشريفة على تكذيب الذين يوقتون وانه هؤلاء كذبة وانا اقرأ لك رواية اخت الكريمة واحدة الرواية عن ابي جعفر عليه السلام يسأله الرواي قلت من الخلف من بعدك من هو الخلف قال عليه الصلاة والسلام ابن علي ثم قال اما انها ستكون حيرة قال قلت الى اين فسكت ثم قال الى المدينة ثم قال الى المدينة قال قلت الى اي مدينة قال مدينتنا هذه وهي وهي مدينة غيرها غيرها هكذا يتحدث الامام صلوات الله وسلامه عليه زين الرواية التي يعني تتحدث عن وقوع الحيرة في غيبته عليه الصلاة والسلام الرواية التي اردت ان استشهد بها هي عن السقر ابن ابي دلف قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام ايضا عن امامنا الجواد صلوات الله عليه يقول الامام بعدي ابني علي اللي هو الامام الهادي صلوات الله عليه امره امري وقوله قولي وطاعة طاعتي والامام بعده ابنه الحسن الحسن العسكري عليه السلام امره امر ابيه وقوله قول ابيه وطاعته وطاعت أبيه ثم سكت فقلت فمن الإمام بعد الحسن فبكى عليه السلام بكاء شديدا ثم قال إن من بعد الحسن ابنه صاحب الاسم الخاص الذي يستدعي القيام الحجة عليه السلام يقول بالحق المنتظر الاسم الخاص وهي لفظ بالحق المنتظر فقلت له يا ابن رسول الله ولما سمي بهذا الاسم الذي يستدعي القيام لماذا سمي الإمام صلى الله عليه بهذا الاسم الذي يستوجب القيام قال عليه السلام لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته فقلت له ولما سمي المنتظر قال عليه السلام إن له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها هنا محل شاد فينتظر خروجه المخلصون المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ به الجاحدون ويكذب فيها الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها المسلمون غيبة إمامنا أرواحنا فداه التي تطول سيكون هناك حير اختبار من هؤلاء الذين يهلكون الذين يستهزئون الذين لا يؤمنون الذين يجحدون ومن هؤلاء الذين يوقتون يجعلون وقت هذا كذب لأنه أمر الظهور الله تبارك وتعالى يعلمه والإمام ينتظر إذن الله عز وجل ولا بد أن لا نتكلم لأنه كثيرا ما وقع في زمان أمتنا عليه السلام مثل هذا الكلام وأدى ذلك إلى إلى سلب التوفيق من الشيعة هل تعلمون أنه من المقرر أن الإمام الكاظم عليه السلام يقيم دولة والمفروض تكون هذه الدولة فترة ارتياح للشيعة من ظلم الجائرين وتسلطهم وكذا أنه رواية أن الإمام الكاظم كان المفروض يحكم ما الذي حدث الشيعة أفشوا الأسرار ما كانوا بمستوى المسؤولين اللي عليهم ونتيجتها راح إمامنا عليه السلام شهيد إمامنا الكاظم في السجن شهيد لماذا؟ لأن الشيعة ما كانوا أهل مسؤولية في ذلك الزمن إلا القلة ولذلك الإمام عليه السلام الإمام الكاظم في مضمون الرواية يقول أنه قد خيرني الله عز وجل بين أن يهلك وينزل العذاب على شيعتي أو أن أفديهم بنفسي ففديتهم والله بنفسي هكذا فلا بد أنه لا نكرر هذه الأخطاء الإمام المهدي عليه السلام يعني ترون كثير مما ذكر في الروايات الشريفة يعني تحقق لماذا لم يظهر الإمام عليه السلام؟ أولا لأنه لا يجوز أن وقت ثانيا لأنه معرض للبداء وكذلك لأنه الشيعة الآن ما نجح بالاختبار ما نجح بالاختبار يعني كان ممكن لو الشيعة من زمان ناجحين بالاختبار كان ممكن الله شرفنا بظهور إمامنا عليه السلام لذلك لازم نبتعد عن التوقيت ولازم نلتزم بموجبات الظهور أختي الكريمة نعمل على موجبات الظهور على خدمة إمامنا عليه السلام وهنا إن شاء الله الله يرحمنا ويعجل بفرجه وظهوره الشريف نعم ننتقل إلى عندكم تعليم هذه النقطة مسألة التوقيت مسألة مهمة طبعا أنه كيف نتعاطاها هل معنى عدم التوقيت أنه لا يوجد وقت معين في علم الله من خلاله يظهر وليه لا لأنه لابد من أنه يوجد وقتا ما لكننا قاصرون عن معرفة هذا الوقت وهذا الأمر لا يعني إنكار وجود وقت وقت ما في علم الله سبحانه وتعالى من خلاله سوف يظهر الإمام صلى الله عليه ولكن هاي المسألة عندما نحن ننكر التوقيت هذا يتبادر إلى الذهن ماذا يتبادر إلى الذهن أنه استبعاد احتمال هذا الأمر لأنه مع الإنكار يصبح شبه نوع شبه يأس إذن يعني صور الذهن أنه مسألة بعيدة لأنه التوقيت نحن نبعده فتصورنا للظهور يكون بالتبع بعيدا وهذا من الخطأ الفكري المفروض هكذا نحن نؤمن بمسألة الظهور أولاً تعيين التعيين التحديدي بالضبط للظهور هذا نجهله لا نعلم به لأننا قاصرون عن هذا الأمر لكن هل إنكار تعيين الوقت للظهور ينفي أن يكون أن يكون في علم الله سبحانه وتعالى وإرادتي أن يكون الظهور بعد لحظة بعد ساعة بعد يوم لماذا أستبعد هذا الأمر حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول أنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لأنه اليأس لا يجب أن يدخل في قلب الإنسان باعتبار أن ممنوع علي أن أتصور التوقيت صحيح أنت لا تتدخل في المدة المعينة الخارجية الدقية في متع الظهور لكن هذا لا يعني إبعاد أمد الظهور هذا شيء وذاك شيء آخر فلهذا علينا أن نتوقع أن نتأمل أن نستبشر حتى هذه الرؤية التي ذكرتها الأخوة هذه من المبشرات إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وآله كان يسأل أصحابه هل من المبشرات لأن الرؤية تحلمون الرؤية الصادقة جزء من أجزاء النبوة نحن لا نقول كما قالت الأخوة في هذا العام هذا العام نحن لا نقول به لأنه صار وقتا وإنما نقول في علم الله لعله نعم لا نعلم به كما أننا لا نتمكن أن نثبت كذلك لا نتمكن أن ننفي وفي العام لعله بعد لحظة لعله ما نعلم لكن هل نستطيع أن ننفي كذلك لأن الإثبات يحتاج إلى دليل النفي كذلك يحتاج إلى دليل ولا نملك دليل على النفي من يقول لعله بعد لحظة لعله في علم الله فلهذا نعم المبشرات تدخل في الإيمان ونحن كما تفضل أخونا أنه مطلوب مننا أن نهيي أنفسنا وأن نستعد للظهور في كل لحظة من لحظات الزمن ممكن أن يكون يقع فيه الظهور والله سبحانه وتعالى كما في الرواية يصلح الله أمره في ليلة فنعم إن شاء الله مع الدعاء مع التأمل مع الانتظار مع الاستعداد إن شاء الله ندعو الله أنه يعجل في فرج إمامنا ونحن ننتظرون هذا الأمر في كل لحظة إن شاء الله لخصوص الرؤى والمنامات تصورناه جيدا نطرحه على طوله الكلام الذي ينقله ولكن فيه الفائدة إن شاء الله تعالى لنا وللاخت السائلة وللمشاهدين كذلك وفي خصوص المنامات كلام لشيخنا المفيد ينقله تلميذه أبو الفتح الكراجوكي في كنز الفوائد في خصوص الرؤية في المنام يقول رحمه الله الكراجوكي يقول وجدت لشيخنا المفيد رضي الله عنه في بعض كتبه أن الكلام باب رؤية المنامات عزيز وتهاون أهل النظر به شديد والبلية بذلك عظيمة وصدق القول فيه أصل جليل والرؤية في المنام تكون من أربع جهات شيخ المفيد يفصل المنامات على أربع جهات يقول أحدها حديث النفس أحدها حديث النفس بالشيء والفكر فيه حتى يحصل كل منطبع في النفس فيخيل إلى النائم ذلك بعينه وأشكاله ونتائجه وهذا معروف بالاعتبار يعني واحد يتخيل شيء اليوم يتخيل شيء يفكر فيه ينام يحلم به دائم يفكر بشيء ما فيحلم به هذا معروف يقول الجهة الثانية من الطبائع وما يكون من قهر بعضها لبعض فيضطرب له المزاج ويتخيل لصاحبه ما يلائم ذلك الطبع الغالب من مأكول ومشروب ومرئي وملبوس ومبهج ومزعج وقد نرى تأثير الطبع الغالب في اليقظة والشاهد حتى أن من غلب عليه الصفراء هناك يسمى شيء يسمى بالطبيعة الصفراء في ذلك الزمان يقول من غلب عليه الصفراء يصعب عليه الصعود إلى المكان العالي يتخيل له من وقوعه منه ويناله من الهلع والزمع ما لا ينال غيره ومن غلبت عليه السوداء الطبيعة السوداء يتخيل يتخيل له أنه قد صعد في الهواء وناجته الملائكة ويظن صحة ذلك حتى أنه ربما اعتقد في نفسه النبوة وأن الوحي يأتيه من السماء وما أشبه ذلك إذن الجهة الثانية حول الطبائع يكون طبائع يسموها طبيعة الصفراء طبيعة السوداء طبيعة لعله ثلاث طبائع وأربع طبائع الآن ناسية الشيخ المفيد يقول الصفراء والسوداء ما علينا يقول والجهة الثالثة ألطاف من الله عز وجل بعض خلقه من تنبيه وتيسير وإعذار وإنذار فيلقى في روعه ما ينتج له تخيلات أمور تدعوه إلى الطاعة والشكر على النعم ومن تسجره عن المعصية وتخوفه الآخرة ويحصل بها مصلحة وزيادة فائدة وفكر يحدث له معرفة أو فكر يحدث له معرفة يعني الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده فيرى في المنام ما يسجره عن شيء أو يأمره بشيء يقول والجهة الرابعة أسباب من الشيطان ووسوسة يفعلها للإنسان ويذكره بها أمور تحزنه وأسباب تغمه وتطمعه فيما لا يناله أو يدعوه إلى ارتكاب محظور يكون فيه عطبة أو تخيل شبهة في دينه يكون منها هلاكه وذلك مختص بمن عدمت توفيق لعصيانه وكثرة تفريطه طاعات الله سبحانه ولن ينجو من باطل المنامات وأحلامها إلا الأنبياء ولا إمة عليهم السلام ومن رسخ في العلم من الصالحين فالجهة الرابعة من الشيطان وساء الشيطان هذا الإنسان البعيد كل البعد عن التقوى عن العبادات الشيطان يأتي ويسوس له فيحلم بشيء من الأمور تتعبه أو تغمه يقول الآن الكلام للشيخ الكراجوكي يقول وقد كان وقد كان شيخ رضي الله عنه قال لأن كل من كثر علمه واتسع فهمه قلت مناماته هذا الإنسان الذي وصل إلى مرحلة كبيرة من العلم منامات تكون قليلة جدا لا تذكر يقول فإن رأى مع ذلك مناما وكان جسمه من العوارض سليما فلا يكون منامه إلا حقا يريد بسلامة الجسم عدم الأمراض المهيجة للطباء وغلبت بعضها على ما تقدم به البيان والسكران أيضا لا يصح له منام وكذلك الممتلئ من الطعام لأنه كالسكران ولذلك قيل إن المنامات قل ما يصح في ليالي شهر رمضان فأما منامات الأنبياء صلوات الله عليه فلا تكون إلا صادقة وهي وحي في الحقيقة ومنامات لأئمة عليهم السلام جارية مجرى الوحي وإن لم تسمى وحيا ولا تكون قط إلا حقا وصدقا وإذا صح منام المؤمن لأنه من قبل الله تعالى كما ذكرناه وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزء من النبوة ورؤيا عن علي عليه السلام قال رؤيا المؤمن تجري مجرى كلام تكلم به الرب عنده وأما رؤيا الإنسان للنبي صلى الله عليه وآله هذا مهم جدا الإنسان الذي يرى يقول وأما رؤيا الإنسان للنبي صلى الله عليه وآله أو لأحد الأئمة عليه السلام في المنام فإن ذلك عندي على ثلاثة أقسام قسم أقطع على صحته وقسم أقطع على بطلانه وقسم أجوز فيه الصحة والبطلان فلا أقطع فيه على حال فأما الذي أقطع على صحته فهو كل منام رأى فيه النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليه السلام وهو فاعل لطاعة أو آمر بها وناه عن معصية أو مبين لقبحها وقائل لحق أو داع إليه أو زاجر عن باطل أو ذام لما هو عليه هذا الذي يقطع به الشيخ المفيد وأما الذي أقطع على بطلانه فهو كل ما كان على ضد ذلك لعلمنا أن النبي والإمام عليهم السلام أو عليهم السلام جميعا صاحبا حق أصحاب حق وصاحب الحق بعيد عن الباطل هذا أمر بعد مفروغ منه يقول وأما الذي أجوز فيه الصحة والبطلان فهو المنام الذي يرى فيه النبي أو الإمام عليهم السلام وليس هو آمرا ولا ناهيا ولا على حال يختص بالديانات مثل أن يراه راكبا أو ماشيا أو جالسا ونحو ذلك فيضرب مثال يقول مثال أو يقول وقد كان شيخي هذا المثال ينقوله الشيخ الكراجوكي عن المفيد يقول وقد كان شيخي رحمه الله يقول إذا جاز من بشر أن يدعي في اليقظة أنه إله كفرعون ومن جرى مجراه مع قلة حيلة البشر وزوال اللبس في اليقظة فما المانع من أن يدعي إبليس عند النائم بوسوسته له أنه نبي مع تمكن إبليس بما لا يتمكن منه البشر وكثرة اللبس المعترض في المنام ومما يوضح لك أن من المنامات التي يتخيل للإنسان أنه قد رآ فيها ولا إمة صلوات الله عليهم منها ما هو حق ومنها ما هو باطل أنك ترى الشيعي يقول رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام يأمرني بالاقتداء به دون غيره ويعلمني أنه خليفته من بعده وأن أبا بكر وعمر وعثمان ظالموه وأعداءه وينهاني عن موالاتهم ويأمرني بالبراءة منهم ونحو ذلك مما يختص بمذهب الشيع ثم ترى الناصبي يقول أيضا من جهته رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في النوم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وهو يأمرني بمحبتهم وينهاني عن بغضهم ويعلمني أنهم أصحابه في الدنيا والآخرة وأنهم ومعه في الجنة ونحو ذلك مما يختص بمذهب الناصبة فتعلم لا محالة أن أحد المنامين حاق والآخر باطل فأولى الأشياء أن يكون الحق منهما مما ثبت أو ما ثبت بالدليل في اليقظة على صحة ما تضمنه والباطل ما أوضحت الحجة عن فساده وبطلانه وليس يمكن للشيعي أن يقول للناصبي أنك كذبت في قولك أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه يقدر أن يقول لك أو أن يقول له مثل هذا بعينه يعني الآن بكر أو ناصبي وشيعي هذا يقول له أنت كاذب وذلك يقول له أنت كاذب ما كل واحد يقول له الثاني كاذب وزين يقول وقد شاهدنا ناصبيا تشيع وأخبرنا في حال تشيعه بأنه يرى منامات بالضد مما كان يراه في حال نصبه فبان بذلك أن أحد المنامين باطل وأنه من نتيجة حديث النفس أو من وسوسة إبليس ونحو ذلك وأن المنام الصحيح هو لطف من الله تعالى بعبده على المعنى المتقدم يوصفه نعم أحسنتم أنا أعتدرت طبعا على للطالة ولكن هذا رأيت أنه جيد حتى الأخت تعرف ما هي الرؤى الصحيحة من غيرها أحسنتم هذا تفصيل جيد للمنامات وفيه حتى لا يقع التباس لأنه مثل ما تفضل إلا الآن البكرية يشوفهم هما ومشايخهم هذا اللي يقول رأيته رسول الله يعني دجلهم اللي تسمعونه فلا يعتمد على مثل هذا الكلام إنما يعتمد على الدليل والبرهان أو جماعة قواطة بلونه بالمنامات جماعة قواطة إمامهم يستدلون عليه في المنامات جماعة قواطة على حال قبل أن أخذ أول التصال فقط أقول هذه المنام إخواني دائما استبشروا به خيرا مداش ضايقتم من المنام هكذا تستيقظ تلتفت يسارا تبسخ ثلاث مرات تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تبسخ ثلاث مرات هذا الوارد عندنا ثم تفاعل خيرا قول إن شاء الله خير لأنه الرؤية مضمونة للأخبار معلقة فإنه أولت سقطت يعني أنت يمكن شايف رؤية يمكن لهم أولها ما يصير لك شي لأ رحت ودورت على ذول العرافين الشياطين فأولها إلك أنت راح تموت مثلا ويجي السنة الجاية راح يصير فيك حادث ليش رحت لهذا الدجال وأولت فالمهم القصد الرؤية معلقة فإن أولت وقعت لا تأول خالص قول الحمد لله إن شاء الله خير خصوصا لتروح لأولاد دجالي